مساء الخير مساء الحب مساء السلام مساء الجمال كيف حالكم؟ شكرا على القلوب واللايكات شكرا جديدا شيخباركم شيخبار أهدافكم كتبتوا الأهداف ما كتبتوا الأهداف مستعدين مو مستعدين تبغون تسويون نقلة في حياتكم في 2019 ولا لا في جديد في جديد يعني جديد شي شي جيد يعني تخذتوا قرارات حطيتوا نوايا مزكتوا الورقة والقلم اليوم نبغى نتكلم شوية عن 2019 واستعدادات 2019 والنقلة في 2019 وبعدين راح ناخذ قسط إن شاء الله تقولك لا ما في جديد للأسف الحياة خيارات الحياة خيارات فيه ناس يعني جوا في هذه الحياة ومشوا ويعني قاعد يتفرجون على الناس الناجحين يتفرجون على الناس اللي حققوا أهدافهم يتفرجون على الأشخاص اللي حسنوا حياتهم يقول شلون صدقون هذول محبوظين ظروفهم غير هما ظروفهم أحسن كلنا سوا الفرق أنه فيه شخص نوى قرر فعل والشخص الثاني حاط يده على الخده وقاعد يتفرج وللأسف للأسف ما في تغيير للأسف ما فيه أي شي جديد في الحياة أنت لازم تسوي هذا الأكشن عشان يصير فيه جديد في الحياة ما فيه شي بيجي يطق بابك أنت لازم تصنع الفرصة أنت لازم تصنع الحدث أنت لازم تغير حياتك ما فيه أحد بيجي يطق بابك ويغير حياتك ما فيه أحد بيجي يمسك يدك ويغير حياتك ما فيه أبدا أبدا لا تتخيل مهما كان هذا الشخص يحبك وقريب منك أنت الشخص الوحيد اللي تقدر تصنع حياة جيدة بس انتهى فيوم من الأيام لما تشوف الناس نجحوا وحققوا أهدافهم لما أنت تشوفين مثلا أختك بجنبك ولما تشوفين صديقتك بجنبك أنت لما تشوف صديقك فتح مشروع وحقق هدف وانت قاعد يعني في مكانك سر ما تحركت لا تقول شرون صار وأبوه ساعدة والظروف سوت له وفي أحد يعني سوى له مساعدة المساعدات الخارجية لا تساوي شيء مقابل أنه شخص يكون مستعد أنه هو يغير حياته الحياة عادلة الحياة دائما عادلة دائما خيارات متوفرة للجميع دائما في خيارات حتى لو كانت ظروفك صعبة في طريق لك سهل وهذه المعلومة كثير من الناس ما يعرفونها حتى لو كانت ظروفك صعبة في طريق سهل وفي كثير من الناس يعتقدون أنه ظروفهم سهلة فهما متى ما قرروا كل شيء مفروش لهم بالود لا لا قد تبدو الحياة بهذا الشكل لكن في العمق في أشياء كثير مختلفة أنت لما تكون ظروفك جيدة وهذا كلام مهم لازم تسمعونا بعناية لما تكون ظروفك جيدة وكو شيء متوفر لك عشان أنت تسوي شيء ولا تسوي شيء معناها أنت قاعد تفقد هذه الطاقة اللي عندك عندك فلوس عندك أهل يدعمون عندك ظروف جيدة في البلد كل شيء متوفر لك وانت قاعد ماش نسوي وش ما نسوي يعني وسنين تمر عليك بنفس الحالة وبنفس الطريقة ايش تتوقع لما يوم من الأيام تقرر وانت أهدرت كل هذه الطاقات تسوي في هذه الطاقات فأنا أعتقد أنه على كل شخص عند ظروف جيدة أن يتحرك وإذا أنت ما تبغى تحقق أهداف لنفسك لواقعك تقدر تحقق أهداف لمجتمعك تقدر تحقق أهداف للناس اللي تبغى تحقق أهداف أنت وصلت مرحلة عندك طاقة جيدة ساعد الناس اللي يحتاجون للمساعدة قدم المساعدة للأشخاص قدم هذه الطاقة للأشخاص على الأقل إحنا نضمن أن طاقتك تستمر نضمن أن قوتك تستمر لا تنسى أبدا أنه الحياة خيارات ولا تنسى أبدا أنه أنت الشخص الوحيد اللي تقدر تختار ولا تنسى أبدا أنه في كثير ناس على بوابات الخيارات راح يقولك لا مش مسموح لا ممنوع لا ما أوافق لا ما أقبل عفوا هذا الواقع هذا الواقع مع ملايين الخيارات اللي عندنا في الحياة ومن حقنا تلقى على كل طريق واحد يقولك ما أسمح لك تدخل هذا الخيار أنا شخصيا أنا شخصيا بناء على مزاجه بناء على رؤية الأمور ما أسمح لك تدخل هذا الخيار أنت هنا عندك تحدي جديد أنه أنت تختار خيارك أم لا تسمح للآخرين اللي واقفين على هالبوابات هذولة أنهم هما يحددون ما نسمح نسمح ما نسمح نسمح أنت تستطيع أنك تختار أنت تستطيع أنك تواجه كل التحديات اللي تقولك لا الأشخاص اللي قولك لا أنا أسمح لك تمشي في هذا الطريق لما يوم من الأيام تشوف الناس وصلوا لا تقول كيف لما يوم من الأيام تشوف شخص قريب منك كان في تردداتك وذرذباتك وين راح وين وصل لا تقول ليش لا تقول كيف لا تقول متى هو الآن الوقت لا تقول متى الآن هو الوقت الآن هو الوقت الأنسب لأنك تحط أهدافك تحط نواياك تمشي وتحقق خياراتك أبغى أتكلم عن أنه إحنا كيف نبدأ بالهدف الأفضل نبدأ بأي هدف عندي ثراء عندي زواج عندي مشروع عندي شهادة عندي أبغى أجيب بيبي وأركز عليهم أي واحد أبدأ فيه أي واحد أركز عليه إيش الأهم بالنسبة لي خلونا نشوف كيف نعرف الهدف رقم واحد بالنسبة لي الهدف رقم واحد بالنسبة لي أول شي مطلوب منك أنك تكتشف قائمة قيمك في فيديو على اليوتيوب في حسابي عن القيم مصفوفة القيم وهذا الفيديو يساعدك أنه أنت أنت تطلع قيمك المهمة في الحياة يعني في بعض الأشخاص مثلا عندهم قيمة المال هي أهم شي أو مثلا في ناس عندهم قيمة الحب هي أهم شي في أشخاص عندهم قيمة الصحة هي أهم شي في أشخاص عندهم قيمة العلم هي أهم شي تختلف كل شخص في أشخاص عندهم قيمة السلام أهم شي فإذا أنت طلعت قائمة قيمك لنفترض أنه قيمك رقم واحد قيمة مثلا الحب رقم اثنين قيمة المال رقم ثلاثة قيمة الصحة رقم أربعة قيمة النجاح رقم خمسة قيمة السلام مثلا عن سبيل المثال هذا شخص أول قيمة عنده الحب شخص أول قيمة عنده الحب الآن عنده مجموعة أهداف يبغى ترى يبغى يحقق شهادة يبغى ينجح يبغى يسافر ويجرب تجارب جديدة في الحياة يبغى يتزوج يعني كثير أشياء يبغاها فإيش الهدف الأفضل أني أختاره عشان يسوي دعم وقوة لحياة وطاقة كبيرة في وقت قصير أرجع للقيمة الأولى القيمة الأولى عندي الحب بما أن القيمة عندي الأولى هي الحب فمعناها أنا رح أركز على أهداف اللي تدعم هذه القيمة قد يكون مثلا عندي هواية أو شغف أبغى أشتغلها فمعناها السنة الجاية أنا رح يمكن مثلا أنا أحب الرسم أوكي السنة الجاية أنا رح أركز على موضوع الرسم أو مثلا يمكن أنه أنا أبغى أتزوج أبغى أحب أبغى عيش قصة حب معناها أنا رح أركز على جذب شريك الحياة كرجل أو إمرأة فمعناها أقول أوكي السنة الجاية رح أشتغل على القيمة رقم واحد عندي على أهداف القيمة رقم واحد عندي ورح أختار أني أنا أركز على تطوير موهبة من مواهبي وأركز على أني أنا أجذب شريك الحياة أو أعيش قصة حب بهذه الطريقة أنا أول شيء وضعت هدف مركز ثاني شيء ركزت طاقتي ثالث شيء ضمنت لأنك أنت لما تكون عندك القيمة العليا ضمنت أني أنا أقدر من هذه القيمة العليا أجيب منها طاقة وأنزلها للقيم الثانية بمعنى أنه في 2020 أنا قد أكون مليانة بالحب لأنه أنا سويت الشغف اللي أنا أحبها سويت الموهبة اللي أنا أحبها كل يوم أنا أعيش طاقة الحب هذه كل يوم أنا أحب ففي 2020 رح يكون عندي طاقة قوية أني والله أنتقل لقيمة المال مثلا أفتح مشروع أحقق مثلا النجاح في وظيفتي أوصل لمصب معين فبهالطريقة أنا ضمنت أنه أنا خلنا نقول فتحت باب صحيح للطاقة فتحت باب صحيحة للطاقة اللي تقويني بدلا مما أني أنا أروح وأشتغل على القيمة رقم خمسة نفترض القيمة رقم خمسة عندي هي قيمة السلام فيكون عندي هدف 2019 أنه أنا أخلص كل خلافاتي مع الناس أسامح الجميع أتفاهم مع الناس اللي ما تفاهمت معاهم يعني كل الناس اللي متاوش معاهم مختلف معاهم أخلص كل الملفات هذه أي مثلا مشكلة عندي أخلصها فلما أشتغل على هذا أحس أنه ما عندي طاقة كافية بهذا الشيء لي؟ لأنه بالنسبة لي مش رقم واحد مش بالنسبة لي مو هو الدافع للحياة بالنسبة لي مش رقم واحد بالنسبة لي لكن الفرق أني لما أبدأ بالحب لأنه هو رقم واحد عندي كل شيء الطاقة تتسلسل بعدها وتأتيني أتمنى أنه تبدأون تكتبون أهدافكم أمسك ورق وقلم أكتب أي نية أنت تبغاها وبعدين أرجع للفيديو على اليوتيوب موضوع القيم وحاول أنك تكتشف كل هدف يرجع لأي قيمة يعني مثلا أنا أحصل شهادة كذا أوكي هذا يتبع لأي قيمة أبغى أحصل شهادة الماجستير يتبع لأي قيمة بالنسبة لي ترى كلنا نختلف يعني يمكن أنا بالنسبة لي يتبع لقيمة النجاح يمكن شخصان يتبع لقيمة الحب لأنه هو يشتغل في شيء يحبه يمكن شخصان يتبع لقيمة الأسرة لأنه هو منسوي ماجستير عشان أبوه ولا أمة يعني كل شخص هو يسوي شيء لقيمة مختلفة حتى لو كان يعني وحدة تتزوج عشان الحب وحدة تتزوج عشان الفلوس وحدة تتزوج عشان نفسيتها وحدة تتزوج عشان الأسرة والمجتمع شفتوا يعني كلنا نسوي نفس الهدف بس الطاقة اللي ناخذ منها الهدف تختلف فأنت لازم تقول لي لازم تقول لي هدفك هذا من وين من وين جايب هذا الهدف من وين جايب هذا الهدف هذا الهدف اللي انت كاتبة الشهادة المشروع من وين جائبا من اي قيمة اي قيمة راح تصب في الموية هذا الهدف اي قيمة راح ترويه اي قيمة راح تساعد ان يستمر ان يحصل ان يتطور ان ينمو ان ينتشر ان يتوسع اي قيمة فانت اكتب اهدافك واكتب قيمك وارد ف PETS uncommon تعرفون واجب التوصيل هذا ف CreditS هذا الهدف الاي قيمة هذا الهدف الاي قيمة الشهادة الاي قيمة جزب شريك الحياة لأي قيمة بالنسبة لي على الفكرة ترى هذا مستوى وعي جدا ممتاز أغلب الناس يسوون أهدافهم ما يعرفون إيش القيمة اللي ورا الهدف ولا يعرفون ليش سووا هذا الهدف قبل هذا الهدف ولا يعرفون ليش تكنسل هذا الهدف لأن ما لا طاقة يعني لما مثلا أنا أشتغل على مثلا موضوع أني أنا خلص مشكلاتي مع الناس وخلص خلافاتي مع الناس عشان قيمة السلام اللي رقمها خمسة في النهاية في نص السنة رح أوقف لأنه ما في طاقة لأنها قيمة شوية متأخرة بالنسبة لقيمة الحب بي لو كان عندي فكرة أن يعيش حب رح يكون موضوع بالنسبة لي طاقة عالية خلونا ناخذ قسط مين مستعد؟ مين عنده سؤال واضح والإنترنت كويس تحدد القيمة تحدد القيم أكتب القيم على جنب وأكتب الأهداف على جنب وسو توصيل بس سو توصيل إحنا رح نستمر نتكلم رح نطبخ طبخة إحنا رح نطبخ طبخة ونطلقها في رأس السنة إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله أبغى أسوي لكم ورقة برضو تساعدكم على الموضوع وأرسلكم إياها على الإيميل بس يحتاجي كم يوم أضبطها فإذا جاكم هذا موضوع الأهداف على الإيميل حطوا إيميلاتكم عشان أرسلكم إياها نبغى نشتغل نبغى نسوي قفزة مين؟ مين جاهز؟ مين جاهز؟ أحب مي سول شوف مين هاذا أو هاذي أحب مي سول I love my soul ما شبك سوري أعتذر منك أو منك ما أعرف ولد البنت طيب كيف نرسل إيميلات لما ينزل لكم الإعلان على إنستغرام ستوري أو على سناب شات أعبوا الإيميل بس مين جاهز؟ فرات فرات أوه انقطع مين؟ مين مستعد؟ كيف أحدد القيم عندي؟ روحي لليوتيوب مصفوفة القيم في اليوتيوب مهى؟ مهى؟ حلال دكتورة مرحبا كيف تهلا حبيبة قلبي عارفة اليوم أطلقت النية أنه أطلع معك بث والله برافو شرفتيني يا حسامي مجاهزة الورقة شوفي مجاهزة النية يلا يلا عطينا أسئلتك طبعا دكتورة مشكلتي عندي مشكلتين ايه؟ المشكلة الأولى شريك الحياة يعني أنا دخلت علاقات كثير قصص كثير بس لما صارت مع شريك الحياة وضعت صعوبات كثير اللي هي وقت الخطبة ووقت الملكة ما في اهتمام ما في احترام مشاكل مستمرة يعني ما تنتهي نعم ولسه يعني لسه ما ارتبطنا يعني زواج حقيقي لسه ما صارت ما سؤالك؟ نقيضي دكتورة يعني أنا مستغربة لماذا هو نقيضي؟ يعني جدا نقيضي يعني أنا صادقة و هو كاذب يعني أنا معطاءة يعني أعطي مشاعر أعطي حب مرة هو ما في أي اهتمام ممتاز طيب خلنا نقول لك ليش وش بعد؟ طيب السؤال الثاني عادي دكتورة أسألك سمي طيب يجيني رسائل كثيرة ما أفهمها يعني من لما دخلت حياتي مصرت أقدر أمشي أي شيء عادي صار وانتهى لا في رسالة بس ماني عارفة أفهمها مثلا يعني أواجه مثلا كذا شخص في الأسبوع يقول لي أنا شفت فيك منام أنا شفت فيك منام بس ماني فاهمة يعني اش هي الرسالة من الأحلام فهمت علي دكتورة؟ أي أي واضح يم مرر شكرا دكتورة حبيبتي شرفتيني حبيبة قلبي طيب مها يعني جربت كثير من العلاقات و يبدو أنه كان عندها علاقات ناجحة بس الآن جاد موضوع جد جد و و والآن هي مخطوبة بس الموضوع مختلف هيا تقول في صعوبات جدا في الخطبة يعني موضوع الاهتمام موضوع الاحترام هو يعني يكذب هي صادقة هو يعني ما يهتم هي معطاء أو مهتمة كثير يعني هي تسأل ليش هو نقيضي نحن تكلمنا أمس على موضوع الإنعكاس تكلمنا أنه شريك الحياة يجب أن يكون إنعكاس طبعا كل تفاصيل هذا الموضوع يعني بعمق موجود في دورة دايزي الوعي الزواجي فكرة شريك الحياة هو ليش أصلا موجود شريك الحياة؟ عشان إحنا نتطور عشان إحنا نطور من أنفسنا سواء كنا نطور من مشاعرنا أو نطور من مستوى واعينا فلما يجيني شخص مثلي مطابق لأشيائي أو قيمي اللي أنا أؤمن فيها ما رح أتطور يعني ما رح يكون في وسع في الدائرة حقتي خذ نفس الدائرة كذا فالمفروض أنه أنا يكون عندي شيء إضافي شيء جديد فلما يكون مثلي ما في تطور فلازم هو يعطيني شيء جديد زين أو شين بس شيء مختلف عن اللي موجود عندي هنا دوري على أني أنا أخذ هذا المختلف وأسأل نفسي أنا إيش العلاقة ما بيني وبين هذا الشيء المختلف جزء عندي رح يكون العكاس أني أنا أعدل من الداخل أعدل من نفسي أعدل من حياتي أعدل من مشاعري جزء رح يكون هي وفقا لقانون التوسع كيف نرفع مستوى واعينا يمكن هذه ما سبق أني شرحتها في كورس لكن من المهم أن نعرف أنه كثير من تجارب الحياة أنت لما توصل مثلا خلنا نقول لحافة جبل الحياة رح تعطيك حافة ثانية لكن أنت لازم توصل للحافة إذا كنت تستمر في هذه الحياة بس في خيار أنت توصل لحافة وتخلص الموضوع فإذا إحنا نبغى نشوف اللي ساير معاك هو العكاس واضح أنه هو يعني يكذب وانت صادقة أنت معطاء وهو مش معطاء ولا تنسين أنه عندنا تحدي كبير في موضوع الأنوثة والذكورة لما إحنا نتزوج كأنثة تاخذ لها ذكر رح يكون عندها نسبة أعلى من الذكورة تدخل على حياتها فهذه رح تربكها طاقات هذه في البداية تربك المرأة أو الرجل اللي يكون عندهم توازن في طاقة الأنوثة والذكورة سيكون ارتباكهم أقل واللي لا، اللي عندهم فارق كبير ما بين الأنوثة والذكورة سيكون ارتباكهم عالي وبالتالي رح تكون رسالتهم مرتبطة بموضوع الذكورة والأنوثة ويمكن بعضكم حضر دورة الوعي الأنثوي انو الهدف من هذه الرسالة انو احنا نتوازن في الداخل نتوازن بحيث ان احنا نكون ذكور وإناث انو انت موجود في جسد رجل بس انت جزء منك أنثى ولا لو لم يكن لما استطعت انك تخلق لو لم يكن ما استطعت انك تخلق ما استطعت انك توصل المرحلة لانك تنجز أهدافك تحقق أهدافك تتزوج تقدر تعيش مع هذه الزوجة ومع هذه المرأة تقدر تجيب بيبي كثير اشياء كثير اشياء ما تقدر تسويها وبالتالي عندك اكثر من تحدي عندك تحدي في موضوع انك تشوفين انعكاسات وتعدلينها عندك تحدي في موضوع الوعي عندك تحدي في موضوع نوثة والذكورة انت ما سألتيني استمر ولا ما استمر يعجبني انه انت متحمسة انك تخوضين هذه التجربة متحمسة انك تعدلين وتبدلين وتصلحين وتغيرين ماها انا اعتقد انك تحتاجين تشتغلين على نفسك بالنسبة لي هذا ما في ادنى شك تحتاجين تشتغلين على نفسك التجارب الحب قبل الزواج لا يمكن ابدا مقارنتها بالزواج لا يمكن يعني هذه مقارنة ظالما في فكرة الزواج الزواج يعني انت تحطر جنح على ارض الواقع وتخلص الكيمياء والمخدرات الوردية اللي يحاطتك في الببل الوردي وتعيش حياتك حقيقية وتكون انسان حقيقي ويعني تطلع لجواتك مفروش على الارض وتتطور بشكل حقيقي وتعايش الحياة بشكل حقيقي فلا اعتقد ان عندك تحدي لازم تشتغلين على نفسك لازم تطورين من نفسك سؤالك الثاني انه يجيني رسائل ما افهمها وانه انت بعد ما بديت التابعين صرت تهتمين موضوع الرسائل تلاحظين وتنتبهين احنا ما نتوقع من الشخص انه مجرد ما يعرف موضوع الرسائل على طول يفهمها ما نتوقع يعني ما نتوقع شخص عايش في ضياع وفي لاوعي ونايم في العسل ولا يدري عن الدنيا ولا يدري عن الحياة ولا يطور بالنفسك فجأة يقولون ترى في رسائل كونية ترى الكون يتخاطب معك ترى لما تجي رسالة لازم تفهمها عشان تطور حياتك وتقفز واوا ما يفهم؟ ما يفهم؟ كيف تتوقع عندك تفهمين؟ يعني لا تربينا طفولتنا على هذه الطريقة ولا على هذا الوعي ولا نسمع عادة في أعمار صغيرة هذه الأشياء فمن الطبيعي اننا ما نفهم لكن عندنا دائما الخيار ان نطور عنفسنا نطور من أدواتنا نطور من طريقتنا نطور من زاويتنا نطور من رؤيتنا نطور من الصندوق اللي نحن فيه نوسع الصندوق على الأقل بدل ما نحن في صندوق دعنا نأخذ صندوق الأكبر لا تحتاج نكسر كده للصناديق فقط أنا في هذا الصندوق دعنا نأخذ صندوق الأكبر أوسع يعني أقدر أتنفس أقدر يعيش حياة أفضل فأنا اللي لما أنت تقولين أنه هناك أكثر من شخص يقولين أن شفتك في المنام قد يكون رسالة إذا كان لفت انتباهك في نفس الوقت مثلا يوم واحد أو خلينا نقول اسبوع هو شيء غير معتاد ليس معتاد أن أحد يحلم فيني مثلا يعني أنا بالنسبة لي شخصيا كل يوم يحلم فيني فبالنسبة لي ليس رسالة يعني كل يوم في إيميل في إنستجرام في سناب شات في أحد يرسل لي رسالة يقولين أنا حلمت فيك بالنسبة لي ليس رسالة هي رسالة للأشخاص اللي هم شوفوني في المنام لأنه أنا طوال الوقت أحد يحلم فيني بس أنت بالنسبة لي قد يكون جديد إنه واو في مثلا خمسة أشخاص حلموا فيني في يوم واحد أو الموضوع في رسالة أو والله الموضوع يستحق نازم أفهم الموضوع أو مثلا خلال أسبوع أكثر من شخص واو جديد الموضوع واو في رسالة تحاول توصلني يعني كونك أنت وصلت لهذا المرحلة برافو برافو يا مهة أنت وصلت واو في رسالة قاعد حاول تصلني في أحد قاعد يحاول يكلمني في موضوع أنا أبغى أفهم بس مو قادر أفهم برافو برافو في ناس كثير كل شيء يمرض من قدامهم ولا في إحساس ولا في إحساس يمرضون يقربون يموتون يتنعفز حياتهم يطلقون يتزوجون يعيشون مأساة يعيشون ألم يعيشون حرب يعيشون كل الألم والعزن والغضب والخوف وكل المشاعر السلبية يعيشونها ولا يفكرون يقولون ما هي الرسالة ولا يفكرون يقولون ما الرسالة تريد تقول ما هي الرسالة تريد تقول ما هي شيء اللي يريد يوصلني فبرافو أنت وصلت ل هذه المرحلة كيف تفهمين الرسائل خلي أقول لك أنه في مراحل ودرجات من طريقة الرسائل اللي تجيك وفي مراحل ودرجات للفهم بمعنى أنه في معاني عامة معاني عامة للرسائل بشكل عام يعني مثلا نقدر نقول بشكل عام مثلا رسائل الأرقام خلي نقول مثلا رقم سبعة هو رقم التنظيف وهذا مش خربيط هذا موجود في القرآن موجود في القرآن ليحترم القرآن لازم يحترم هذا الكلام فكثير من الأشياء عندنا لها رسائل عامة عندما أرى رقم سبعة قد يكون مطلوب مني التنظيف لكن هل بالضرورة هذا المعنى؟ لا ممكن أنا عندي قصة مع رقم سبعة يعني ممكن أنا شخصيا عندي قصة مع رقم سبعة يعني مثلا صارت لي في يوم سبعة 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 ألفين وسبعة مثلا صار لي قصة معينة فارتبط الرقم سبعة بالنسبة لي بالحب صارت لي قصة حب في هذا التاريخ فارتبط بالنسبة لي في قصة حب بعديا لما صار مثلا سبعة سبعة ألفين وسبعة عشر صارت لي قصة حب ثانية مثلا فصار عندي رسالة طوال الوقت إذا كانت مرتبطة بالحب تجيني طريقة رقم سبعة فهنا فرق أنه احنا تطورنا في فهم الرسالة في رسالة عامة فهم عام خلنا نقول مش مقصود شخصي وفي فهم شخصي اللي هو حسب الأحداث اللي أنا مريت فيها أحيانا في شيء يكون معقد أكثر لما يكون موضوعين متدخلين على بعض مو بس موضوعين دائرتين متدخلات على بعض أو شخصين متدخلين على بعض يعني يكون عندنا رسائل جاية مجموعة وكل شخص هو مقصود بشيء معين هنا يكون المعنى أصعب وأكثر تعقيدا يحتاج تفككينا وتفهمينا في بعض الأحيان أنا لما أساعد الناس أنهم ويفهمون الرسائل أقولهم افترضوا فرضيات افترضوا فرضيات يعني مثلا أن أحد حلم فيني طيب وش الأحلام هذه؟ واحد يقول كذا وواحد يقول خلنا افترض هل هذه مثلا تذكرني بشيء معين؟ هل هذه تحذرني بشيء معين؟ هل هذه تشير لي الهدف معين؟ هل هذه تبغى تدفعني النقطة معينة؟ يعني حاول أفترض ايش اللي يشابهها في حياتي؟ ايش اللي موجود في حياتي يشابه هذه الرسالات؟ مرحلة معينة يا مهى ولكل الأشخاص من المراحل التطور والوعي أنت رح تصل للمرحلة أن الرسالة تكون واضحة رسالة تجيك واحدة تقول لك يا مهى شفت في المنام شخص يقول لي لا تتزوجين يقول لي المهى لا تتزوجين رسالة كذا يعني بكل وضوح هذه مرحلة من المراحل لما يوصلها الإنسان عند القدرة أن يفكك الرسائل عند القدرة أن يفهم الحياة بعدين يصبح الموضوع ما يحتاجها وهذا اللي تكلمنا عنها في كورس الفرح أن ما نسميه بالتزامن أحد الإشارات أو الدلائل أنه أنت في المكان الصح وفي الزمان الصح وفق الخريطة الكبيرة ممكن تحضرين عندي كورس الرسائل الكونية ممكن تحصلين في اليوتيوب بعض الأشياء عن الرسائل ممكن تعتبرين الموضوع على جم وهذا برضو أقترح في كثير من الأحيان أنه تقولين خلاص أنا ما أبغى أفهم الرسائل الآن أنا أبغى أتنظف لأنه في العادة لما إحنا نتنظف وهذه الخطوة الأولى دائما للتطوير والوعي لما أنا أتنظف أستطيع أن أفهم أكثر والرسالة تكون أوضح لما أتنظف الرسالة تكون أوضح ما يحتاج يعني هالألغاز وهالقصص وكذا الرسالة تكون أوضح لما أنا أتنظف فهنا اللي أقترح عليك يا مهاء أنك تبدأين بفكرة التنظيف أعتقد أنها فكرة جيدة أعتقد أنها من خلال تجربتي من خلال تجارب كثير من الأشخاص أن هذا هو الطريق الأفضل والأسرع للتطور والوعي الطريق الأفضل لعيش حياة طيبة أنوى التنظيف بكل سهولة وحب للمساعد طيب مين بعد عندنا يبغى يسأل أنت كويس وش التنظيف؟ نرجع نقول وش التنظيف؟ التنظيف أنك تنظف كل الأشياء الفلاتر اللي أنت تورطت فيها من الطفولة المشاعر السلبية المعتقدات القيم كل اللخبطة اللي جواتك هالي تكنزها وتنظفها وتطلع بنسخة نظيفة جديدة يعني جاهزة لاستقبال حياة طيبة ممكن عندي عندي مقطع على اليوتيوب اسمه التنظيف اللي يبغى يستفيد منها وعندنا أربع كورسات عن التنظيف اللي هي الوعي الطفولي الموسيقى التحولية الاكسين أو التنفس وكل هذه الكورسات ثنين منها واعي ثنين منها لا واعي كلها تساعد على أن الواحد يتنظف ويتطور مين جاهز؟ ريم ريم السلام عليكم أهلا وسهلا كيف حالك الدكتورة سموية؟ حبيبتي بخير وعافية شرفتيني يا ريم الله يزيدك شرف يا دكتورة خذيت معاك دكتورة تقريبا ثمان دورات ما شاء الله ما شاء الله حبيبتي كارما سراء الوعي الطفولي يا ربي كثيرة 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 والأعيو الأمثوي والخيانة وآخر واحدة أخذتها اللي حق حقك أنت والدكتور باثل حبيبتي حبيبتي شرفت كل دورة أخذها من عندك تتوي لي صدمة يعني معقولة نحنا عايشين بالحياة ما نعرف كل هالمعلومات أي شفتي دورة حق كارما سراء كنت يعني أبعد المال مني بطريقة ما أعرفها واو يعني كنت أقول أشياء كنت يعني أكتشفت أني أنا أحب المال من صغري بس أني كنت أقول أشياء غلط أي خلعت أي والله يا دكتورة وطلع لي الإحتمال أني أحب الديكور واو وإن شاء الله قاعدة أسأل الحلمي هذا برافو برافو والله يقويك ويقويك يا دكتورة والله يسعدك يا دكتورة وفعلا فعلا 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 أنت شيء عظيم بالدنيا يا حبيبة قلبي حبيب تريم شرفتيني عندك سؤال ولا بسم كلمها نعم دكتورة دكتورة ما رسالة محبة الناس لنا تيصير الأمور يعني وين ما أروح يعني ألقى أشخاص يتهلوا للحياة أي طيب يعني أحب الناس بدون شروط يعني أحبهم ولما أشوفهم ساعدين يعني تجيني نشوة فرح ولما أساعد أحد أو أقدم لخدمة تجيني سعادة كذا مرة كبيرة في حياتي تسبب لي يعني نقلة في حياتي والسؤال الثاني دكتورة وسامحين يعني لو طولت عليك أهلا وسهلا وش ترسالة تعلق الأشخاص فينا تعلق الأشخاص أيوة فيك يعني زوجي مرة متعلق فيني يعني مرة يعني يعني أنا محبة تعلق أقول لك يا ريم فيك العافية دكتورة شرفتين يا حبيبتي شكرا جزيلا شكرا جزيلا كنت أريد أن أحضر التكريم حقك في لوس أنجلس بس أنتوا تار الحافي البرايس وما قدرنا نأتي يا حبيبتي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لك قلت لي هذه المعلومة حبيب تريم إن شاء الله أشوفك بإذن الله من نجاح النجاح يا دكتورة يا حبيبتي شرفتيني حبيبتي قلبي آه ريم غير ريم ريم غير يا جماعة ريم في عالم آخر درها أوه يعني ريم تتكلم ما هي رسالة تسهيل الأمور والمحبة إذا أنت تبغينها من جانب الكارما فهي كارماتك ترتد عليك يعني ما ترسله يعود إليك فأنت ترسلين الحب طوال الوقت ترسلين المساعدة فلما تحتاجينها على طول يعني يقول خزانك مليان على طول يرتد عليك هذا الحب ويرتد عليك هذا الخير وهذه المساعدة وهذا التسهيل اللي أنت تقدمينه للناس ممكن تشوفينه أحياناً من زاوية ثانية أو رسالة من زاوية أخرى اللي هو حب الذات يعني لما يصل الإنسان مرحة التصالح ومرحة أنه أعطى أعطى روحها الأشياء اللي هو يبغاها أو الأشياء اللي هي تبغاها فالروح تقاتل إنها تعيش قيمها فلما أنا أعطيها قيمها تعيش بطريقة صحية طيبة فهي على طول تعطيني على أرض الواقع لأن العكاس الداخلي يكون في الخارج على أرض الواقع إنها تتحقق هذه الأشياء تشوف القيمة اللي هي موجودة في هذه الروح وحققتها ووصلت لها تشوفها على أرض الواقع من المحبة والتسهيل والتيسير بالنسبة للرسائل تعلق الأشخاص فيك يعني طيب هذا موضوع مهم صراحة ما سبق أني تكلمت فيه في كثير من الأحيان ما نتكلم عن بعض الموضوعات لأنها ما يكون فيه شخص اهتم أو ما يكون فيه شخص سأل أو ما يكون فيه ناس مركزين على هذا الموضوع بس بما أنه ريم سألت نبغى نتكلم عن هذا الموضوع الأشخاص في هذه الأرض في هذه الحياة هم موجودين إما إما هم مصدر طاقي أو هم يحتاجون لمصادر طاقية إما هم مصدر طاقي بذاتهم أو هم يحتاجون إلى مصادر طاقية فإحنا لما يكون الأطفال يكون عندنا أمنا أو أبونا أو يمكن أختنا الكبيرة أو أخونا الكبيرة أو خلطنا الكبيرة يعني أي أحد يكون هو مصدرنا الطاقي هو مصدر القوة بالنسبة لنا مصدر الحياة نقدر نعيش لأنه هو موجود حرفيا نقدر نعيش لأنه هو موجود مشاعر، أفكار، تيسيرات في الحياة، طاقة، رزق كثير الأشياء نحن عايشين عشان هذول الناس نحن عايشين لأنهم هم أقوياء نحن عايشين لما كنت طفلة أنا عايشة لأنه أبوي قوي لأنه موجود لأنه يقدر يوكلني ويشربني لأنه يقدر يشعرني بمشاعر جيدة لأنه يحسسني بالأمان هو مصدر طاقة فكل الأطفال عندهم مصادر طاقية لما يكبرون أغلب الناس تستمر في هذه الطريقة أغلب الناس تستمر تبحث عن المصادر الطاقية أم، أب، أخ، أخت، زوج، زوجة، صديق، صديقة كثير من الناس لما يصلون للمراحل معينة ممكن يختارون الأصدقاء كمصادر الطاقية لهم يمكن سبق كنت معي لما واحدة من البنات كلمت وكانت في عمر صغير أبو 17 سنة وكانت متأثرة جداً لأنها اختلفت هي وصديقتها وصديقتها تركتها صديقتها تركتها تركتها يعني يا جماعة إذا كان هذا مصدر طاقي يعني كأني أنا شكيت مصصين ما حد يقدر يتخيل شعور قد إيش أنه أنت تنفصل من مصدرك الطاقي ما حد يقدر يتخيل شعور أنه مثلاً أنا زوجي مصدر الطاقي بعدين أطلق أو مثلاً أمي أو أبوي بعدين يموتون أو مثلاً صديقتي بعدين أنا أختلف معاه هذا شعور مؤلم مؤلم الروح تتألم لما تمر بهذه المرحلة ليه؟ لأنه على كل المستويات المستوى المادي المشاعر الفكري الطاقي الروحي كل المستويات كل أجساد هذا الإنسان تتغذى على هذا المصدر الطاقي والجيد أنه المصدر الطاقي يكون مستعد وقابل بهذا الشي لأن هذا دورة لأن هذا دورة في الحياة هو قاعد يعطي هذه الطاقة هو عند طاقة كثيرة فقاعد يدفع هذه الطاقة لكثير من الأشخاص اللي يحتاجونها فلما إحنا نوصل لمرحلة معينة من الوعي في الغالب إحنا راح نفكك المصادر الطاقية اللي إحنا متصلين فيها قد يكون بعنف في مرحلة من المراحل قد يكون بحب أنه خلاص أنه أنا طاقتي جيدة ما أحتاج لما أصل هالمرحلة أنه أنا مصدر طاقي بحالي أنا مصدر طاقي بحالي ماذا بتسوي لهذه الطاقة؟ ماذا بتسوي لهذه الطاقة؟ طاقة كبيرة، واسعة، ممتدة، ماذا بتسوي بهذه الطاقة؟ لكن اللي حصل معي الملاحظة تقول لك زوجي متعلق فيه زوجك عايش على طاقتك قد يكون ماديا، مشاعريا، فكريا، طاقيا، روحيا ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة ياريب؟ ما هي المشكلة ياريب؟ أنا أعتقد أنه أنت عندك خيار إما أنك تقبلين لأن هذا دوع أتمنى أنك أنت حضرتي كورس الفرح إما أنك تقبلين أنه يأخذ منك هذه الطاقة، ولا سيضرك ولا سيضرك، ولا سيأثر عليك ولا سيستنزف من طاقتك لأنه أنت عندك طاقة إضافية عندك بطارية، عندك بطاريات يعني أنت بطارية واحدة قاعدة تشحنك وعندك 20 بطارية ما هي المشكلة أنه بطارياتك تشبكين فيها يعني زوجك وعيالك وجيرانكم ما شاء الله عليك كنت تحضرين الحفل اللي تكرمت فيه حتى توصليني بطاقتك فلي أنا أقول أنت عندك خيار أنك تقبلي وتفرحين بهذا الشي المستوى معين من الوعي ما يتقبل هذا الشي أنا أتكلم الريم فقط والأشخاص اللي يشابهون الريم مستوى معين من الوعي لا يتقبل لا يتقبل مثل فكرة هذا التعلق مستوى معين من الوعي لأنه يعتبر أنه هذا يضايق هذا مش مريح هذا يعني الأنبياء كم عدد الناس اللي متعلقين فيهم كم كم عدد الأشخاص اللي انهاروا لما يموت نبي كم كم يعتقدون أنه خلاص الحياة انتهت الحياة ما فيها شي بعد هذا النبي إحنا مش أنبياء بس إحنا على قدنا عندنا مستوى طاقة معينة قد يكون بعضنا مصادر طاقية لأشخاص لمجموعة لأسرة لجروب كبير من الناس هذا يتطلب أنه أنا أعطي يتطلب أنه أنا أتقبل يتطلب أنه أنا أكون سعيدة بهذا الدور ويتطلب يعني أو من المكافآت من المكافآت اللي تأتي للمصادر الطاقية كثير مكافآت كثير مكافآت للمصادر الطاقية كثير المصادر الطاقية محفوظة أكثر من الأشخاص اللي يتبعوا لمصادر الطاقية لأنه خليني بقولكيها بطريقة ثانية الآن ريم هي مصدر طاقي وزوجها يشحم منها ومتعلق فيها تعتقدين قديش النواية اللي أنه أنت تكونين كويسة طيبة تعيشين حياة جيدة تعيشين بصحة تعيشين حياة طويلة هذا بس من زوجك كم نية هو مكدسها لك طبعا يمكن بعضكم يقول أنه طريقة أنانية أنه يحفظ مصدر الطاقي زي ما لما أمك تكون مصدرك الطاقي ما تبغى أمك ما تموت تبغى أمك ما يجيها حادث تبغى أمك ما يسير لها أي ضرر تبغى أمك دائم عندها فلوس ووضعها أوكي ومرتاحة ومبسوطة شفت هالنواية اللي أنت تحطها المصدرك الطاقي هذه كثير تفيد المصدر كثير تقوّل المصدر كثير تحسن وضع المصدر كثير ترفع مستوى الطاقة لكن تخيل لو أنت تقاوم لو أنت تقاوم كمصدر طاقي لو ريم مثلا تقاوم زوجها تقول لا لا تتعلق فيني خلاص اقطع الموضوع في خيار عندنا أنت تقولين هذا تعلق مش جيد ووووو وتفصلين الموضوع وتخسرين هذا الشي في خيار ثاني أن يما أنت بطاريات قدميها الأشخاص اللي يحتاجونها بما أنه عندك بطاريات قدميها الأشخاص اللي يحتاجونها وأعتقد يريم أنه أنت قاعدة تقدمين يمكن هذه الرسالة أنه أنت تقدمين بطريقة أكبر أوسع أكثر تنظيم أكثر اهتمام أكثر جهد مثلا يعني تقدمين هذه الطاقة الأحد ودائما أنت ربحان في الموضوع كمصدر طاقي دائما أنت ربحان في الموضوع دائما ما أبغى أقول إيش الخسائر اللي ممكن تصير لما تكون مصدر طاقي وتقوم يعني تحافظ على هذه الطاقة وتخبيها لنفسك وتكون أناني أو تجمعها يعني بطريقة معينة فهذا فهذا اللي أبغى أقولك يا يريم أنه أنت أقترح عليك أنه أنت تتقبلين هذا الدور هذا واحد الشي الثاني أقترح عليك أنه أنت توسعين دخلين الناس يعني تشملينهم بطارياتك ودخلينهم بالموضوع أنت كسبانا أنت كسبانا برابو عليك يا يريم بسوطة والله أنه أنت حضرت عندي الكورسات ناخد سؤال 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 مين مستعد مين مستعد أوكي ريم تقول مستعدة سؤالي جاهز ريم 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 حبيبك حبيبك سرد بالسؤال على طول سامن يلا أنا بداية 2018 تخرجت وكانت عندي نية الوظيفة بحثت بحثت عنها ويمكن قبل شهرين جتني وظيفة منطقة بعيدة شوية عني وافقت عليها وكنت أدرس في مكان رح تبغى أنسحب عرضت علي المديرة الوظيفة نفس مدينتي وقبلتها لكن اليوم رح تنسح بي من المكان التي تدرسين فيه أعطاك وظيفة ايوه حسنا بعدين عاطتني معها وصارت يعني تماثل تماثل فيني ما وظفتني على طول بق لمدة شهر يمكن يعني ما سحبت فيني بعدين اليوم بدأ الدوام تعبت أمي وأنا قلت بكتابك اليوم بدأ الدوام ايش اليوم خلاص وظفتني أمي تعبت ها وانا قررت خط كتابك في تثقل نفل حياة إن إذا كان فيه شخص مريض انت تعبان تعبان عنده كنت تحبه إنك تعطي كل من كل طاقتك أنا كنت مع أمي كنت انا اللي أنوم عندها وأنا اللي أعطيها أدويتها وكل شيء بعدين في يوم واحد بس أنا نمتة فرتي بعدها تعبت أمي رجعت تتنوام فحسيت أني أنا مقصرة أم أعدل يعني سبب رجعت أمي انتكاساتها أحسنت أنني خاصة أبغى أترك الوظيفة وأجلت عند أمي يعني أحسنت أني ألانية وقتها بعدين أمي قالت لي لا تركيني الوظيفة عشاني دومت أسبوع والحين اليوم قمت الصبح وقرأت أني معت أبغى لأن المديرة يعني مرة ما تحترمني وما تستفزني ومرة شفت أنك تقولي شخصي يستفزك رسالة لك حاولت أفهم رسالتها بس بس ما عرفت الدرجة أنها ما تقول اسمي تناديني هادي يعني تقلل من احترامي قدام ببناتي يعني فما عزي الحين أنا رجعت أحتار وأمي بكرة بتطلع إن شاء الله فأحس أن أمي محتاجتني في نفس الوقت أحس ما أبغى أتركي الوظيفة لأنني مطلقة نية تراء قبل وشفتك أمارتها عمس تقولين إذا جدتك وظيفة أركبي الموجة شوفوا هم توصلين فجدا محتارة للحين أنا ما بعد أرثت لها أني بأنسحب لأنني حفتها تجربية فما أدري هل أمي محتاجتني أغصر عند أمي أو أروح للوظيفة مع أن الوظيفة أبداً مو بمكاني يعني ما حسني ما حسها مكاني يعني إيهي مبيعات وأنا ما حسني مبيعات فما أدري محتارة جدا أجاوبك معلش إذا في وكس أبغى أعرف كيف أسامح الأشخاص كيف كيف أسامح كيف أسامح إنك تخيليهم على فراش الموت تخيلتهم وانبسطت أبغاهم يموتون أنا أوكي فما أدري كأود ما أقدر أسامحهم أبغط ألح من حياتي بس ما أقدر أسامحهم أوكي بس شكرا لك فلا يساعدك يبتش طيب ريم حطت نية الثراء تخرجت حطت نية الثراء جتها وظيفة وظيفة بعيدة معي أو علق؟ معي أو لا معي؟ بس أعطوني خبر سمعوني؟ أوكي شوك تقول معاك يكفي شوك طيب تقول لك تخرجت حطت نية الثراء الثراء جتها وظيفة بعيدة قبلت فيها قبلت بالوظيفة اللي في مكان بعيد فلما قالت للمكان اللي هي تدرس فيه قالوها إحنا نعطيك وظيفة ما طلوا فيها شهر بعدين أعطوها لما توظفت أمها تعبت قامت توقف معاها وانتكست الأم لأنها كانت تقول كنمت مرة في غرفتي فانتكست الأم وانتخلت للمستشفى فهي عندها شعور بالذن وبعدين يعني الآن تشعر إنه هذه المديرة ما تحترمها وتستفزها وهي محتارة إنها تترك وظيفتها أو ما تترك وظيفتها خليني أبغى أقول لك يا ريم أول شيء أنا أبغى أقول لك برافو 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 يعني برافو إنه أنت جت الوظيفة وقبلت فيها برافو لأنه أغلب الأشخاص اللي يعيشون في خلنا نقول في دول وضعها الاقتصادي جيد يتشرطون وهذا طبعا على المدى الطويل رح يضرهم وفي الغالب رح يأجل أو يأخر درجة الثراء اللي هما يمكن يصلون لها فأنا كثير سعيدة أنه أسمع منك أنه كان عندك وظيفة مكان بعيد وقلت يس وعلى طول أنت شفتي الرد على طول أنت شفتي على طول شفتي أنه على طول جتك وظيفة في نفس المكان صار في مماطلة بس حصلتي بوظيفة بعدها مرضت أمك وإنه أنت قرأتي في الكتاب أنه إذا في شخص مريض يحتاج طاقتك فركز عليه أنا أؤمن نعم بهذا الفكرة أؤمن إذا فيه شخص من العائلة خصوصا من العائلة مريض يحتاج منك اهتمام وانتباه يحتاج طاقتك أعطى كل اهتمامك وانتباهك فما بالت لما يكون مثلا أحد الوايدين أعتقد أنه هذا دورنا أعتقد أنه هذا هو بر الوايدين وأنه لما يحتاجونك يلقونك أنت موجود يعني يمكن أنت في الأيام العادية مش مهم طاقتك مش مهمة بالنسبة له بس هذا هو الوقت اللي يحتاجونه فأنت تقول الآن المديرة ما تحترمني ولا كذا وعندي أمي فهل أترك الوظيفة كأنك تقول أنه فيه أكثر من سبب يخليني أترك الوظيفة أبغى أقول لك شيء يعني موضوع أنها الاحترام والاستفزاز هذا موضوع لازم تعالجينا لازم تحلين هذا الموضوع المماطرة اللي جات لمدة شهر هذه برضو فيها رسالة رسالة أنه أنت شعورك لما واحد هو يعني ما يحترمك أو ما يعطيك قدرك قد يكون عندنا رسالة مرتبطة بالإيجو قد يكون عندنا رسالة مرتبطة بالإبداع وأنا أؤمن أنه في كثير من الأحيان خصوصا خصوصا في الثراء تكون فيه رسالة الإبداع خصوصا في الثراء لأنه في كثير من الثراء ما يجلب الإبداع لما نتكلم عن هذا الزمن اللي كل شيء متوفر وكل شيء سهل وكل شيء ممكن نقول ليش ما كل الأشخاص قاعدين يكونوا لأنه لأنه كثير من الأشخاص يفتقدون الإبداع فهذا يجي دور أنه كيف أكون أكثر إبداع مع هذه المديرة أني أنا أكسبها أني أنا أسوي شغل جيد أني أنا أوصلها أنه أنا شخص جيد ومهم أنه أنا شخص مهتم بهذه الوظيفة فعندي زاويتين بغاك تركزين عليهم زاوية الإيجو وزاوية الإبداع إذا أنت طلعتي من هذه الرسالة فهي هروب فأنت لازم تقعدين مع نفسك تسألين نفسك بصدق ياريم هل أنا أترك هذه الوظيفة لأجل أني أهرب من الرسائل ولا هل أنا أترك الوظيفة لأجل أني أنا أعطي أمي طاقتي لازم تكونين صادقة وصريحة وواضحة أقفي قدام براية وقولي لا تتهربين ياريم لا يوجد أحد يسمع لا يوجد أحد يقيم لا يوجد أحد يسمع لا يوجد حقيقية مع نفسك لا يوجد حقيقية لأن هذه خطوة مهمة جداً في حياتك في جانب الثراء وفي جانب كونك مصدر طاقي مستقبلاً إذا هذا أنت فعلاً تبغينا هل أنا أترك وظيفتي لأني أهرب من الرسائلي؟ لا يوجد استعداد أحد يحتقرني لا يوجد استعداد أتحمل أحد يقلل من أدبة لا يوجد استعداد أستفزني لا تناديني بغير اسمي لا هل أنا أهرب من الرسائلي؟ أو أنا فعلاً وظيفتي جيدة لكن أمي أهم وتحتاج طاقتي الآن؟ تجاوبي وقليك حقيقية وأفهمي بالضبط الموضوع بالنسبة لي الإيقو يمكن أن يبغى له شوية الدعك يبغى له شوية الدعك وعلمين تقولون هذا ليس مكاني وأنا ليس مبيعات والمديرة تحتقرني وما تهتم تناديني به هالطريقة أوكي ما هي المشكلة إذا أحد تناديني بهالاسم؟ ما هي المشكلة إذا أحد تتكلمني بهالطريقة؟ لا بخير أنا في أول السلم ما في مشكلة أنا أتعلم منها بكرة أنا ما أعمل الناس بهالطريقة أنا أتعلم منها كيف أتصرف بطريقة صحيحة فخلينا نركز على هذه الزاوية وخلينا نفكر كيف نكون أكثر إبداعا إذا أنت تهربين من الوظيفة وتهربين من رسائلك لا تتركينها إذا أنت تتركين الوظيفة لأن أمك تحتاجك بس أنت أبداً أبداً ما أثر عليك موضوع الاحترام وموضوع كل اللخبطة هذه والاستفزاز أوكي روحي لأمك بالنسبة للموضوع كيف أسامح تقول أنك قرأتي في الكتاب أنه نشوفيهم على فراش الموت وأنك كثير مبسطة بالنسبة لي هذه صدمة سوريا رين بس أكون حقيقية معك لأنه هذا دوري هذا دوري أني أكون حقيقية وأجيب بشكل حقيقي بالنسبة لي أنه أنت تشوفين شخص يموت وتقولين أحسن يستاهل صدمة بالنسبة لي فاللي أبغى أقولك إياه عشان أساعدك وأنا أعتقد أنه أنت ذكية وتفهمين بناءً على تجربتك لما تخرجت حطيتني وبعدين ركبتي وراء الوظيفة أعتقد أنك بنت ذكية واللي أقترح عليك أنه تنظفين واللي أقترح عليك أنه أنت تسويين تنظيفات يعني هالطبقات الطبقات 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 من المشاعر السلبية ما يمكن تنتهي بصورة ذهنية أنه نقول تخيليهم على فراش الموت طب تخيليهم بشكل كرتوني مثلاً طب تخيليهم هما يعني يتألمون تخيليهم هما فيهم سرطان كله أوكي؟ معناها عندنا كثير طبقات من المشاعر السلبية يحتاج لها تنكيث وتنظيف وكنس وكل هذه تطلعينها من نفسك تطلعينها من روحك تتحررين يعني تتخلصين من هذا الشعور السلبي تجاه أي شخص لكن ليس مهمين هما فقط تخلصي منهم أتمنى أن تهتمين بموضوع التنظيف ممكن تلقين في الكتاب أيضاً كثير من الأشياء تساعدك على التنظيف مثلاً نروحي للموضوع أنا غاضب أنا خائف كلها راح تساعدك فيها بعض التنظيفات في الكتاب وفيه إذا تبغين مجاني عندنا اليوتيوب فيه مقطع التنظيف وإذا تبغين أكثر وتعملين شغل حقيقي عندنا أربع كورسات التنظيف سول ديتوكس الوعي الطفولي الموسيقى التحولية والإكسل أو التنفس واستعدوا جميعاً أبراكم تكتبون أهدافكم تكتبون قيمكم راح أرسلكم الورقة بإذن الله ورقة الأهداف واستعدوا جميعاً لنقلة 2019 واستعدوا برضو عندنا ناذا ناذا برنامج ناذا هو مش كورس هو برنامج حيث خيارات لا محدودة لروح طيبة أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا شكراً لكل اللايكات شكراً لكل القلوب وشكراً لكل الكلام الجميل وأعتذر من أي شخص ما قدرت أكد سؤاله تصبحون على حول شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً لكم